هلأ في البداية السؤال الأول نوضح للناس انتو مو خوات مظبوط لا مش خوات احنا بنات عم طيب انتو بنات عم احكولي يعني أعمالكم بس جاءت الأقدار انو نتربى مع بعض و احنا صغار ونشتغل مع بعض يعني احنا جمعتنا رؤية بصراحة في هذا البرنامج الجميل و احنا كمان كتير صعدة انو احنا صحيح تربينا مع بعض نفس العيلة و نفس الحارة و هلأ عمالنا من نجتمع مع بعض في قناة رؤية بصراحة كتير حبين انو نعرض و نقدم محتوى كتير حلو يكون مميز يعني شفتوا في الاسابيع الماضية قدمت لماء للأغوار وفقرة كانت جدا مميزة تحدثت فيها عن موقع الأغوار يعني احنا عملنا منقدم مضمون فيه معلومات مضمون فيه كمان اذا كانت معلومات تاريخية او حتى دينية في بعض الاحيان و كمان مننتبه لشغلة مهمة اللي هي شو هي الناس حاب تشوف يعني منلتفت للمشاهدين شو هم المشاهدين فعليا حابين يسمعوا و حابين دائما يكونوا زايرين لهذه المناطق يعني احنا منعتبرهم زوار و سياح معنا فمناخدهم في جولات سياحية و رحل متنوعة نعم نعم يارا طيب انا سؤالي برضو لكم بما انكم انتو بنات عم كيف شاءت الصدف بينكم برضو انتو التنتين تدخلوا بمجال الاعلام مع بعض يعني احنا منعرف انه انتو من فترة لكم سنوات بتشتغلوا بمجال الاعلام مجال الصحافة و التقارير الصحفية فكيف شاءت الاقدار بانكم انتو تنتين تتجهوا الى هذا المجال يعني هيك ما يسبدك تدخلينا بورطة الاعمار صراحة العمر مجرد رقم و بس انا اكبر من يارا و قبلها بالمجال بشتغل من عشر سنين بمجال الاعلام و بعدين يارا قررت انها تتجه لنفس المجال صحيح يعني انا باعتبر برضو العمر هو مجرد رقم يعني احنا بنحكي عن خبرة و بنحكي عن تجربة و انا بصراحة بدي ابلش احكي يمكن عن هيك بدايتي في دخول تخصص الاعلام انا اتخرجت من جامعة بيرزيت في عام 2016 بصراحة كنت كتير كتير حدا مش صبور كنت دايما احب اني اتحدى و اعمل مغامرات و اجرب اشياء جديدة فكنت خلال دراستي عمالي بتدرب بعدها اشتغلت في عدة اذاعات و حدت كمان وكلات انباء بعد ما اتخرجت يعني زبطت معي خليني اقول و اشتغلت في عدة كمان قنوات تلفزيونية و محطات يعني كانت داخل البلدي الحبيب في لسين و خارجها و هلأ احنا يعني كمان سعداء بانضمامنا لرؤية لانها راح تكون تجربة مميزة و تجربة فريدة و راح تضف لنا الكتير و خصوصا انه دائما الصحفيين و الاعلاميين بكون في لهم رسالة يعني انا اتوقع انا كصبية بنت القدس دائما بحب اني انقل القدس بطريقة جدا جميلة احنا بنعرف انه واقع فلسطين هو واقع مؤلم ولكن بنفس الوقت احنا بنحب نبين و نظهر الجانب المشرق و الجانب الواقعي كمان لهيك انا زي ما المشاهدين شايفين هلأ اكيد عملهم بتابعوا هو التقرير اللي عملته الاسبوع الماضي عن القدس حبيت اعمل هيك اضاءة بسيطة على البلد القديمة و على اسوار البلد القديمة صحيح انه ما كان في سياح جائحة كورونا يعني اثرت على الكل منعة الناس انها تسافر انها تروح تستكشف اماكن هي حبيبتها ولكن احنا من خلال هذا البرنامج بنحب انه ندخل القدس تحديدا من خلال فقرتي انا و فقرات لما اكيد في الضفة في كل حافظات وطن فلسطين لما نازلهم لحتى يشاهدوها و يكونوا هم زوار معنا و مشاهدين لالها اشتركوا في القناة